السلام عليكم صباح الخير في الحياة في مسيرنا في هذه الحياة عندما تتوافد علينا الهموم نريد أن نشتكي لأحدهم قد يساعدنا لكنه لا يرحمنا يساعد لكنه لا يرحم والآخر قد يرحمنا لكنه ليس بيده شيء يحزن معانا وكذا الوحيد الوحيد الذي يرحم ويعطي الله وربك للغني ذو الرحمة حتى في عطائه في رحمة فيعطيك بالمقدار الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي لا زيادة عن حاجتك ولا نقصانا عن ما يزيل همك يا أخي إننا نعبد ربا كريما يا والله فتش في تفاصيل حياتك في ذكرياتك ستجد هذا المعنى العطاء بالرحمة وربك الغني ذو الرحمة صباحكم رحمة وعطاء من الله السلام عليكم